هنشوف موديلات مختلفة حتى من السيرات هتؤثر على حركة سير المرور يعني نوعية السيرات نفسها الحديثة دي هتأثر على حركة السير وعلى المرور وعلى استخدام الطاقة يعني لها مردود إيجابي كتير طبعا على المواطن في الداخل طيب الدولة هتستفيد أو الدولة هتستفيد زي ما المواطن المصري المقيم في الخارج هستفيد والمواطن المقيم في الداخل هستفيد الدولة هتستفيد الدولة هتستفيد ازاي؟ أنا النهاردة عندي حاجة ماسة للعملات الأجنبية للدولار أنا محتاج عليها التزامات عايز أسددها عليها التزامات إن أنا عايز أشتري مواد غزائية أشتري طاقة أشتري أي منتجات أو أي احتياجات عايزها المواطن المصري فأنا بدفع ده بالدولار في ظل الأوضاع العالمية وفي ظل الارتباك العالمي ده أثر على الاقتصادات كلها بما فيها مصر لأن إحنا جزء مش منفصل على العالم إحنا جزء من العالم بالعكس يعني الاقتصاد المصري الدولة المصرية كونها استطاعت إن هي تحافظ على الاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي وتحقق تنمية حضرتك كنت بتشرح من شوية الطفرة اللي حصلت دي في كل المجالات ده يعني تعظيم سلام تعظيم سلام للي بيحصل ده فطبعا إحنا في حاجة للدولار ده الدولار اللي هيتوفر ده إحنا هنستخدمه لتحقيق الاحتياجات المواطنين في الداخل فالدولة هتستفيد إن هي توفر لها عملة صعبة يجي الإخوان يعملوا إيه بقى؟ يقول لك بس قادي الأستاذ مصطفى قالها الدولة عايزة الدولارات يبقى الدولة مش هتردعها لا يا فندم ده مش دين عشان الناس فهم غلط الناس بتردد كلام غلط ده مش دين ده ده فلوسي ده وديعتي زي ما بروح أي بنك من البنوك ده فلوس مثلا أحمد صلاح صاحبي ده واحد صاحبي فعلا يا ده فلوس أحمد صلاح جاب العربية حط الوديعة دي في البنك بالزبط أنا لما بروح حط وديعة باسمي في أي بنك ده فلوسي وده بنك أنا لما بحط الوديعة في الحسابات المصرفية لوزارة المالية هل معنى ده إن ده دين على الحكومة أو دين على الوزارة؟ قطع لشك بيقين هو الناس قبل كده لما اتعملت شهادات قناة السويس الإخوان طلعوا قالوا له من الحكومة ده حكت عليك وهتاخد الفلوس الثلاث سنين عدوا والناس خدت العائدات بانتظام وخلصت مدة الشهادة والناس استردت فلوسها ميد فل و14 أستاذ يوسف الواقع العملي والواقع الحقيقي أسلم الرد على هذه الشائعات زي ما حضرتك ضربت المسأل كل الكلام ده إتجال سعيد قناة السويس هل الناس خدت فلوسها وخدت عائدها ولا لا ده نفس الحكاية دي وديعة باسمي في الحسابات البنكية المصرفية اللي باسمي وزارة المالية لكن دي وديعة مهاش دين على الحكومة المصرية الحكومة المصرية ملتزمة أن هي ترد لي هذه الوديعة بعد خمس سنوات بسعر العملة المحلية بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد سواء كان خلال السنة لو أنا هغير رأيي أو جبت العربية وهسترد بعد خمس سنوات دي ببساطة شديدة ولو في أي تساؤلات لحضرتك أو أي حد على السوشيال ميدي حلو جدا طيب هل في مستهدف يعني مثلا أقول والله أنه إحنا متوقعين مش أقول حتى مستهدف في توقعات أنه يا ترى هل ترى إيه التوقع اللي ممكن يبقى جاي في حجم السيارات اللي دخلها وبالتالي الحجم التدفق المالي اللي هيتحط في إطار هذه الوداء إحنا زي ما تحدثنا سيوسف إحنا عندنا من 10 إلى 14 مليون مصري مقيمين في الخارج عندهم تحويلات دولارية في السنة حوالي 32 مليار وعندهم دخل أكبر يعني لو إحنا توقعنا إحنا نتمنى أن كل المصريين يستفيدوا زي ما قلنا في الأول من المادة 88 من الدستوري أن الدولة تحقق لهم مصالحهم وتحميهم وتحمي حجوجهم وتكفي الحقوقهم إحنا عايزين كل المصريين يستفيدوا من هذه المبادرة لأن دي مبادرة قد لا تتكرر قد لا تتكرر مرة أخرى لكن إحنا يعني متوقعين أن العائد يكون مثلا من 5 مليار إلى 10 مليار ونتمنى أن كل المصريين يستفيدوا والدولة المصريية تستفيد برضي وأن يكون العائد بشكل أكبر سيد مصطفى طبعا إحنا يا حظنا يا بختنا إن إحنا وإحنا بنكام نكلم مع وكيل لجنة الخطة والموازنة فكل حاجة بالرقم وفايا شهزار السرد أكتر من رائع أشكرك يعني أنا فهمت كمان حاجات مكنتش عارفها بصراحة وفي نفس الوقت أعتقد أن إحنا كده كلنا فهمين القصة يا فرصة من ذهب جت للناس نورت وشرفت ومخلص المجلس سيادتك مش أنا طبعا مخلص الساعة 8 ومص 9 بالليل وبردو جت لنا فيعني بجد خطوة عزيزة وأشكرك من قلبي أنا اللي بشكرك وأنا بتشرف بحضرتك وبالسيد المشاهدين شكرا طبعا هقولي أنت إزاي تقولي أستاذ مصطفى هتعودنا نقولي أستاذ مصطفى يا أستاذ مصطفى ده بعيدا عن الصفة النيابية كنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب دورنا وشرفنا